اشتركوا في القناة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل خلق أجمعين السلام عليكم محترمي اليوتيوب لايك وشير وسبسكراب لصحب مميزة تمنى تحطوا لايك الفيديو ولما تشاركش تشارك في القناة ويدفع على زر الجرس علشان كلما ينزل الفيديو صلك اشعر به وتمنى انتو شار الفيديو ده من أصدقائكو علشان تعمل فائدة للجميع ويا الله بينا فيديو سهل وبسيط جدا وغاية في الجمال غاية في الروعة يعني حاجة حلو قوي معنا معلتين من الجيلاتين الجيلاتين ده اللي مش عارفي يا جماعة بينشيري من عند العطار يعني يعطيه عند العطار تقولي له مثلا عايزة بعشرة جيلاتين هيديك يعني شوية محترمين كده تحطيهم في باب التلاجة أي وصفة تقدري تعمليها به هنغلي مية وهناخد حوالي ربع كبية من المية على الجيلاتين علشان تندوبه لازم مية تكون بتغلي يا جماعة علشان الجيلاتين يدوب منك ما تقوليش بقى هنشيري جيلة ولا الكلام ده هنعمل الجيلة في البيت بس حاجة كده شكلها متناصق وشكلها جميل وعملنا برضو شي تحب الشكنات كده علشان الكبية تبقى شكلها تفتح النفس عندك جوف تعمليها أحب ترطبي على قلبي كده تعمليها زي ما انت شايفة كده معانا دول يا ماع مقدار معادل ست كبية انا عملة ست كبية اعملة تمنمية جرام من الحليب ما وعدل برضو اربح كبية معاهم رشد مانيليا معاهم اربع معلق من السكر طبعا السكر ده يا جماعة هدو ايه انتي على حسب الرغبة انا عباحب سكر خفيف شوية عايزاه مسكر يبقى تحط له على كل كبية معلقة كبيرة ونص حسب منش عايزة والدوبي كويس اوي ما فيش مشكله هو خالص الماضيه السهل ويعدي تعمل يعني هي تعمل زي ما انت شافك الهدوب كويس اوي بعد ان نرفعه على النار بس معانا معلقة كبيرة هرامية من النشا الاول قبل ان نرفعه على النار كلام ده يا جماعة على البارد قبل ما نرفعه على النار خالص معلقة هرامية من النشا انا بقولك هو يا ريت ما تنسنيش في اللايك ولما اشتركتش هكون سعيدة جدا من اشتراكك بعد كده هنقلب اهو طيب حبيت اعمل لك حاجة يعني سهلة وبسيطة وبترطة بعض الفطر كده بس اهم حاجة صلي الايام الاول وبعد ان تكل الكوبات الجميلة دي نروح على البدجاز بتاعنا هنقلب تقليب مستمر لحد ما تغلي معانا لازم اهم حاجة تقليب مستمر المسباش وتروح في حتة تاني اهو زي ما انت شايفك كده مش هننصب الجيلاتين دلوقتي اول ما يغلي على طول هنقوم صبين الجيلاتين مع التدوب المستمر بالتقليب مستمر اهو الموضوع سهل اهو ما فيش ايجي حاج بدأ يغلي معايا زي ما انت شايفين كده طبعا الجيلاتين لازم هتصفيا جميع ممكن ما تصفوش عادي يعني مش مشكلة ممكن تصفيا ممكن ما تصفوش بدأ يغلي معايا هوا هصب الجيلاتين عليه اهو شايفين بقلبه وصبه بعد كده خلاص بقلبه تقليب واطفي عليه ونروح نصب في الكبات وعملنا بقت اللوحة الفنية دي ازاي والشكل الجميل ده عملنا ازاي هوريك دلوقتي عملنا ازاي بعد كده اقلبت وغلح ببضل بدأ اطفي عليه ونروح للكبات بتاعتنا عشان نصب في الكبات شايفين بقى اعملنا ازاي اللي جيبنا فوطة وجوازناها كده في صانية وهتخيين ميل الكبات ناحية ميل الفوطة علشان طبعا يديك الميل اللي احنا شفنا في الاول يعني نصها منجا ونصها آآ جيل بالحليب بس طبعا بميل خلي بالك ان انت وما تيجي تصبي تجيبي حاجة لها بوز بوز زي ما انت شايف كده نصبط في حاجة لها بوز كده علشان طبعا الفوطة متنعص منك وعلشان طبعا تعرفي تصبي كويس بامكان وانتي بتصبي في الكبات موضوع سهله جدا يا جماع وش اي حاجة هتسيبها لما بتبرد تماما ودخلها التلاجة من ساعتين لساعتين ونص أو ثلاثة لحد ما تجمد مستعجلة وعايزة تعمليها بسرعة وانا مش عودة سبع ثلاث ساعات يبقى تحطشها في الفريزر ساعة واحدة وقلب يلا ساعة واحدة وانتلقيها جمدتي وبعد كده نعمل المنجا بتاعتنا برحتك بقى لحسب انت عندك وقت تحطشها في التلاجة او في الفريزر نفيش مشكل لحد ما تتمسك معاك تماما بس هتسيبها مطبرة بعد انت خليها التلاجة زي ما هي كده وهي نفس الميل نعملت كمان يا جماعة تلاث كبات غردوليانين مقبل كله ست كبات عشان مدرتب انتو عارفينه معان عصير منجا حوالي لتر من عصير المنجا زي ما انت شايف كده وانتو برضو الجيلاتين بتاعنا معلقتين برضو كبار اهو شايفين موضوع سهله هم وفش اي تعايدات ولا اي حاجة اهو بقلبوا كويس بعد انقال انت صبتوا على المنجا وقلبتوا وارفع وت especul encore النار مقرد ما يسخن بس علشان الجيلاتين بتاعي يدوب معي طبعا جيلاتين والجا وجента لاسهم مي يسخنة لا ينفعش يدوم في السلطن dissغن وقلب الداب المنجا �ون! سوف يبرد قليلا ويصبه سخن في الكوبات السقعة من التلاجة سوف يسح مني سوف يهدى قليلا وربع ساعة لكي لا يمسك في الحلق سوف يصبه لا يوجد مشكلة والشكل في منتهى الجمال سوف يصبه لحد النهاية شايفين اهرائيك في اللون الجمال شايفين ما شاء الله شكله في منتهى الجمال بعد كده هدخله برضو التلاجة حالي ساعتين ثلاثة لحد ما يربط لحد ما المنجة كمان تمسك كده وبعد كده هنعمل شوية حفاش شجنة حلوة كده علشان تفتح نفسكه طبعا بعد ما ميسك طلعته متلاجة هو زي ما انت شايفين شكله في منتهى الجمال شكله فعلا يفتح النفس احنا في رمضان يا جماعة لازم نعمل حاجة تفتح نفسين شايفين بحب واربك شكله جميل ازاي بعد كده بقى ندن زينه اي تازين بقى حاندي كان ايه تدعي انا حطت برطقان اهو شرايح برطقان حد هيقولي المفروض يا جماعة انا كنت حطت شرايح منجة بس الاسف طبعا المنجة دلوقتي المنجة متفرزة مكعبات برده متفرزة بس لما تيجي تطلعيها كده بتبقى شكلها مش حلو لانها طبعا بتبقى مهرية وطرية مش زي ما يكون فريش لكن لو عندك المنجة فريش هتقطعي مكعبات كده وتحطيها بدل البرطقان وحطت بقى نعنا وحطت كريس عرفت بقى ايه السبب اللي خلاني محطت شي مانجة وحطت برطقان شايفين الجمال او اي حاجة زيني بها يعني احنا بنعمل يا جماعة بنحاول نبدأ يعني نعمل حاجة ايه يعني احسن ما في وسعنا لكن انت ممكن ايه تعملي اي حاجة من ايلك هتطلع زي الفل اي تازين عندك ممكن ما زينهاش خالص وهتبقى برضو زي الفل شايفين الجمال حاجة فعلا تستهل بقى انا بحاول اجبها لك من جميع الزوية عشان تشوي الشكل الجميل تقدر تعمليها قدام ضيوفك يعني عندك ضيوف كده وحبه ترطبه بعد مصالات الايام كده تعمليها في اي حاجة عندك كبيات بقى اللي عندك تعمليها فيه حاجة فعلا جميلة كده بس لازم الكبات يا جماعة تكون قصيرة يعني انت لو الكبات طويلة كده هي رفيعة وطويلة مش هتنفع هتجي تصبي مش هتديك نفس الشكل ده والكبات مكونش طويلة قوي علشان تديك نفس الشكل اللي انتو شايفينه ده طيب احنا ازلوقاش عايزين ناكله نشوف الموضوع بتاعه هناكله بس انا حابة بس سوريكي من جميع الزواج شايفين لو انا نسيت اي حاجة في الفيديو وعايز اي استفسار ابعتلي كومنت وان شاء الله اجوبك عليك انا بجوب على كل التعليقات شايفين يلا بقي خلاص يحنا عزين ناكل ونخلاص انا عد نفرج يلا بينا عشان ناكل نشوف قديم متماسك وجميل شايفين حاجة فعلا تفتح النفس جيلي جيلي حاجة طعمها فوق الوصف واسبك في رعاية الله وامانه كل سنو حضرك وطيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته